خلينا نروح لزميلنا العزيز صبعا شريف شعبان موجود في النادي الاهلي نتعرف منه على استعادات الفريق لمباراة بكرة المهمة جدا أمام البنك الاهلي شريف مساء الخير مساء الخير زميلي أحمد تحاتي لك وتحاتي لكل متابعي شاشة قناة النادي الاهلي في كل مكان بالفعل زيب تقول زميلي أحمد مباراة مهمة جدا مباراة في غاية الصعوبة بإذن الله بإذن الله التوفيق يكون مع النادي الاهلي ونفوذ طبعا على فريق كبير هو فريق البنك الاهلي خليني أبدأ معك من تمرينة النهاردة لا يمكن زملاء بلغوني أن التمرينة خلصت من دقيقة بسيطة جدا تتكلمنا على ملامح التمرين النهاردة مشاركة اللاعبين رؤية ميستر موسماني اللي شفناها اعتمد على طريقة لعب إلى حد ما يمكن لجأ لها وبفتكر يعني وأنا بتفرج على مطش الإسماعيلي افتقارت قوي مطش الترجي في تونس طريقة لعب ما كانتش متوقعة هل شايف أنه هيبقى فيه تغيير من ميستر موسماني في طرق اللعب الموسم في طريقة اللعب الموسم ده بيشتغل على دف التمرين ازاي خليني أقول لك زميلي أحمد وأقول لكل متابعي شاشة تقناة النادي الأهلي التمرين كان في الخامسة مساء من قبلها كان فيه محاضرة فنية خاصة لمستر موسماني وباقي الجهاز مع اللعبين يمكن شاهدوا فيها بعض اللقطات من فريق البنك الأهلي نقاط القوة ونقاط الضعف لفريق البنك الأهلي أهم التعليمات اللي مستر موسماني حريص كان وقن حريص يقولها للعاب النادي الأهلي الحاجات اللي طالبها بكرة من لعاب النادي الأهلي اللي هنفزها أو نفزها منذ قليل في التمرين اللي انتهى منذ قليل ومن خلفي يمكن الملعب خلاص فيدي يمكن هيصله وهيتجه إلى أحد الفنادق الخريبة من التجمع الخامس وقريب أيضا من استاد المباراة استاد الأهلي والسلام يا رب بإذن الله يكون التوفيق مع النادي الأهلي مستر موسماني اليوم ومبارح حيرنا معاه المباراة الإسماعيلي كان بيلعب 3-4-3 النهاردة ومبارح في التمرين جرب شوية 3-4-3 جرب شوية 4-3-3 جرب شوية 4-2-3-1 4-4-2 الله أعلم ممكن يختار آني طريقة لعب ما شاء الله عنده قيمة لعبين على أعلى أعلى مستوى عنده لعبين تكتكيين من التراز الأول بينفزوا كل طرق اللعب اللي الراجل جرب النهاردة ومبارح بعد هذه الطرق هيختار أي من الطرق بكرة بإذن الله هنشوفها في أرض الملعب عندما يحل موعد اللقاء عندنا ساقة كبيرة جدا في كل لعب النادي الأهلي النهاردة كان في بعض الجمل التكتكية الخاصة بمباراة الغد والتمرين بالمناسبة مغلق النهاردة لكل أعضاء النادي الأهلي مستر بيتسو موسماني في الفترات الأخيرة ببحاريس قبل أي مباراة بيكون التمرين مغلق تماما لكل الأعضاء المتواجدين في النادي وده طبيعي جدا في العالم كله في أوروبا كله محدش أصلا بيتفرج على التمرين ولكن في مصر القصة مختلفة شوية ولكن في مزيد من السرية مستر بيتسو موسماني ومدير الكرة الكابتن السيد عبدالحافظ ببحاريس وفرها لكل لعب النادي الأهلي والجهاز الفني والإداري خلينا طمينك بقى على الإصابات يمكن الشناوي بيشارك إنبارح وبيشارك اليوم معنا كده هيكون جاهز لمباراة القمة طبعا في علم الغيب ولكن عندنا ساقة كبيرة جدا طبعا فعالي لطفي قبل بلاء حسن في المباراة الأولى الشناوي بيتعافى الشناوي بدأ يعود تدريجيا إصابة قوية جدا بقول لشابوه للجهاز الطبي برئاسة الدكتور أحمد أبو عبل رئيس الجهاز الطبي على الشغل المجهود الكبير جدا مع محمد الشناوي بالفعل النهاردة بيشارك أيضا في جزء من المرانة عندنا ساقة كبيرة جدا فعالي لطفي وفي مصطفى شبير وفي حمزة أي أن كان يلعب أهم حاجة الأهل فوق الغميع الأهل يلعب يكون جاهز وبإذن الله ويكون قادر على المحافظة على الفوز في المباريات المقبلة صلاح محسن بتتكلم خلاص في يومين ثلاثة وهيكون موجود في المران محموم متولي أيضا يمكن بتتكلم في أقل من أسبوع وهيكون موجود في المران الحالة النفسية والمعنوية مرتفعة جدا برستاو مكسوني الكل بيشارك بشكل قوي جدا عبدالقادر اللي أسنت عليه كمان زميل أحمد بيشارك وزار بشكل قوي جدا الكل الكل منتظر مباراة الغد لتقديم وقبة قروية دسمة طريقة باسم النادي الآلي أما حاجة بس التوفيق ومعنا بإذن الله ونفوذ بكرة بإذن الله على فريق كبير هو فريق البنج أريد أن أعرف منك برضو الموقف بالنسبة لوليد وطاهر وليد خلاص بدأ يشارك فيه المران وطاهر أيضا بيشارك فيه المران خلاص القصة حسمة يمكن وليد الدكتور فضل يدي له فترة من الراحة حرصا طبعا على سلامته القصة كانت بسيطة جدا ولكن الجهاز الطبي بيتعامل مع العبية النادي الآهلي يمكن زي ما بيقوله بيكون حساس جدا فيه المعاملة وبيحاول يعني ينتظر وما يتصرعش فيه الدفع بأي اللعبين وليد سليمان طبعا شارك فيه المران طاهر محمد طاهر أيضا شارك فيه المران مستر بيتسو مسماني هيختار القائمة اللي هتروح إلى المعسكر أي أن كان عندنا ساقة كبيرة جدا في كل لعبية النادي الأهلي بشكرك شكرا جزيلا زميل عزيز شريف شعبان دي كانت أخبار تابرينت النهاردة وخدوا بالحضراتكم يعني الشيء بالشيء يسكر كده عشان احنا كنا بنتكلم على دكة النادي الأهلي وحضراتكم يعني محدش يختلف على أن الأسماء اللي موجودة حتى اللي ما كانتش في القائمة كلهم نجوم كلهم نجوم من العارة تقيل كلام ابتدى يطلع على فكرة قط اللبس وأن في حالة غضب وذكروا بعد أسماء اللعبين كلام ده مش مكانوا في الأهلي يعني كلام ده طول عمرنا تعودنا أنه قط اللبس بتاعت النادي الأهلي تختفي كل وتتضاءل وتتراجع نجومية لعبة النادي الأهلي أمام اسم النادي الأهلي وده عرف مع يعني متورس بين الأجيال وكل محاولات الخروج على النص التاريخي يعني اللي حصلت فيها دروس وفيها عبرة وفيش حد أكبر اسمه أكبر من اسم النادي الأهلي وخدوا بالحضراتكم الروح اللي انتوا حتى شفتوها في اللقطات البسيطة دي من التمرين بتقول أنه مفيش حد غضبان وكل الناس الحقيقة بتسعى أنه الموسم ده يكون موسم ناجح حتى لو فيه أسماء عادة على الدكة وده طبيعي جدا أي خمسة أو أي ستة أو أي اسم هيكون حتى بره القائمة خالص طبيعي جدا أنه هيكون نجم كبير جدا وبالتأكيد على مدار الموسم هيكون ورقة يتم استخدامها ويكون لي دور مع الفريق